السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا موضوع الباسف فويس المبني للمجهول هسا هنانا الزمن اللي راح يجو يلمب المجهول هو ماضي بسيط اللي هو ش اسمه الباسف سمبل الماضي البسيط العلامات الدالة على الماضي البسيط شو نعرف زمن هاي الجملة اللي بيها ماضي بسيط هي عدم وجود فعل مساعد في الجملة نحن شنه قاعدة الماضي البسيط فاعل زائد فعل ماضي الفعل الماضي ينتهي إما بإيدي أو يكون شاذ فما عدنا فعل مساعد الفعل الرئيسي راح يكون قلنا ماضي شنه بإيدي أو قلنا شاذ أو شنه بعد أعرف منه هاي الجملة ماضي من وجود أحد ظروف الزمان مثل ألقى بالجملة last الماضي ألقى بيها ago مضت أو ألقى بيها yesterday day أمس هنا يقول لك لتحويل جملة الماضي البسيط من مب معلوم إلى مجهول نتبع الخطوات شون نحاول بجملة من المعلوم إلى المجهول اعتياد أو شي نحذف الفاعل حتى تكون مجهولة الجملة ونحط بمكان شنه المفعول به اللي ونلقى بعد الفعل ثاني إذا كان المفعول به اسم مفرد المفعول به لخلينا بالبداية إذا مفرد نخلي له واز بعده واز وإذا كان جمع نخلي له وير ثالث خطوة نحاول الفعل الرئيسي إلى التصريف الثالث نسوي الفعل نحاول لتصريف الثالث إلى البي بي وتكمل الجملة ننزلها هاي القاعدة نمشي عليها بالماضي البسيط في حالة المجهول أول شي مفعول به قلنا نجيبه بالبداية نخلي واز إذا كان هو مفرد وير إذا كان المفعول جمع وتصريف بي بي نحاول فعل التصريف وتكملة الجملة هنا تأتي في الامتحان شون تجي صيقة الامتحان أكيد بتحويل جملة كاملة يقول يحول ياها أو اختيارات أو تصحيح الفعل بين القوسين هسا ناخد أول شي شون نحول جملة كاملة أولا المدرس المدرس صحح الأخطاء مبني المجهول أجل أشوف أول خطوة الزمن الجملة الفعل هنا شنو كوركتد بإيدي إذن هذا هنا أنا ماضي جملة في زمن الماضي نقدم المفعول به بعد الفعل هياته The mistakes نجيبه في البداية الأخطاء خلصناها المفعول به هاي الأخطاء بها أس جمع إذن هاي جمع شنخلي لها وازلة وير راح نخلي وير هذا التصريف الثالث للفعل من ألقى فعل بي إي دي يعني أنزله نفسه هو تصريف هو ينطيني ماضي هو ينطيني تصريف فكوركتد أنزله مرات نحتاج إلى أكمال معنى الجملة نقدر نذكر الحذفنا هذا بس نسبق باي فنقول باي The teacher راح نصير الأخطاء تم تصحيحها بواسطة المدرس هنا عدي somebody left شخص ما ترك these books هذه الكتب in the classroom في الصف باسف بويس مبني المجهول أول خطوة أجي مباشرة أشوف هذا الفعل هذا يا زمن هذا ماضي هذا شاذ ماضي ترك المفعول به بعد these books هذه الكتب أقدمها these books هي جمعشة خلي أخلي where بعد هذا التصريف النزلة مثل ما هو هذا دلقاء مصرف هو أصلا تصريف left تكملك الجملة بقد عندي in the classroom خلصنا ما يحتاج نذكر هو ديقول لك somebody شخص ما عش أذكره هنا عدنا a thief stole my car لص سرق سيارتي passive voice مبنين المجهول هذا الفعل stole ماضي إذن لازم أحل بالماء أنا على قاعدة الماضي مفعول به ونلقى بعد هذا الفعل my car سيارتي أنا أقدمها هي مفرد شحط أحط was هذا الفعل stole هذا ماضي شون حاول التصريف هذا شاذ هي حاوله يصير stolen stolen يعني سرقت سيارتي سرقت اللص ما ذكرته أثيف أو تقدر تقول buy أثيف بواسطة الثيف I lost my suitcase at the airport فقدت حقيبتي في أو ضيعت حقيبتي وان في المطار فشم سوين هما الجملة بالماضي من lost عرفته جايبين هما بعدين الحل my suitcase حاطيها بالبداية هما قد ملك المفعول به يريد منك شنو الفعل المساعد والتصريف فالفعل المساعد هي حقيبة مفرج خلينا الهواز هذا الفعل lost بالماضي أصلا بالتصريف يبقى نفسه بالشواث فلوست تبقى lost بس هنا نطلقنا تصريف تكملت الجملة at the airport هو أكبر أكمل الجملة بالمبني المجهول أكو صيغة الاختيارات شون نختار مثلا يقول the two thieves اللصان فراغ by the police بواسطة الشرطة last night في الليلة الماضية هنا نعدي شون أعرف زمن جملة من كلمة last هاي ماضي إذن شكوا شي مضارع أعوف هاي are أترك زين هاي arrested صح تصريف بس يراد لفعل مساعد منها فأتركها يبقى لي هاي بها واص وهاي بها وير وهذا تصريف وهذا تصريف شون رح أختار بيناتهم أشوف هذا الخلال مفعول به مفرد له جمع فهو ثيف بس جمع إذن مباشرة أروح على تم القبض عليهم هنا قل لي غرفة نومي ومنطين اختيارات وقل لي ماذا عندي اغو إذن هذا ماضي الجملة بالماضي هاي بها إذ ما يصير ويا الماضي هاي بها ويل ما يصير ويا الماضي هاي بها واز نأخذ واز تم تزيينها هنا عدنا صيغة تصحيح فعل شون انصحح الفعل يعني ينطيني فعل بين قوسين ويقول لي صحح ليا نقول the email ال email بين قوسين send يرسل yesterday امس correct make possible صحح سوى مبني المجهول هنا عندي هذا الفعل send اول شي اشوف الزمن شون عندي yesterday اذن هاي ماضي ماضي ده نشر راد لي هنا مفعول به واخلى هذا the email هو مفرد لو جميع مفرد email مفرد ذا نشي خلي لواز لوير بالماضي نخلي لواز هذا شون نحاول تصريف هي تحول شاذ نحاول ال دي الى تف send يرسل send ارسله يعني النادلون او ذول القرصون نسموه اللي يشتغل بالمطعم استخدمون last week last week اهنان عدنا صحح حتى تسوي مبني المجهول اول شي لازم اعرف زمن الجملة عدي كلمة last last فعرفناها ماضي فننزل هذا new waiters هذول اللي من الموظفين الجدد هما ذول شبيهم هما جمع شنخلي بالماضي واصده راح نخلي لهم وير زين هذا employee يعني جابوهم حتى يطبقون يعني شون إذا يتدربون هما موظفين جدد في المطعم employee فعل عادي هالفعل العادي شحط ل ed ونكمل الجملة ثالثا new technology تكنولوجيا الحديثة use for تستخدم ل extracting oil استهراج النفط pass simple هنا هو قال لي هذا ماضي بسيط pass في مبني المجهول إذن شا سوي بهالحالة أول شي أنزل هذا new technology المفعول به مفرد له جمع هذا مفرد أخلي إلى واز هذا الفعل use فعل عادي لازم نحط لها ed زين هو be نحط لها فقط d ونكمل إلى آخر الجملة هنا نعدنا new phones هواتف جديدة with bigger screens بشاشات بشاشات كبيرة تختبر أو يتم فحصها في مختبرنا هنا قال لي pass simple ماضي بسيط pass مبني للمجهول هذا كل المفعول به نزلنا إلى حد هنا بي اس إذن هذا جمع شا خلي له خلي له وير بعدين هذا هو بي إذن هذا هو تصريف نزل كما هو ونزل باقي الجملة